اشتركوا في القناة خلال ايام قليلة عن طريق الاستمارة الالكترونية وزير العمل سيكون التعاقد بالاختصاصات التالية علم النفس والاجتماع والفلسفة والانتروبولوجية والعلوم التربوية والنفسية وزارة الاتصالات الانترنت لن ينقطع خلال الامتحانات الوزارية للصفوف المنتهية وطلبة الجامعات وجهنا بزيادة سعات خدمة الانترنت المجهزة الى الشركات المتعاقدة سيستمر رفع سعات الانترنت اثناء الامتحانات وبعدها دعم الانترنت سيكون اكبر كون امتحانات بعض الطلبة ستجرى عبر المنصات الالكترونية وزارة التربية تنفي تأجيل امتحانات الثالث المتوسط والسادس الاعدادي تعلن الوزارة وعن طريق مركز نظم المعلومات جدول الايام المخصصة لكل محافظة للمدة القادمة لغرض التقديم الالكتروني لشراء قطع اراضي وفق المادة 25 ثالثا من قانون 21 لسنة 2013 لبيع وإيجار اموال الدولة واستحصال الموافقة الاولية للسيدة الوزيرة علما بانه سيتم لاحقا تصديق المعاملات كافة اذا كانت مستوفية للشروط القانونية يكون التقديم الالكتروني بعد الدخول على موقع الوزارة الالكتروني عبر الرابط الذي ستجدونه في صندوق الوصفة الخميس واحد تموز يكون لمحافظة ذيقارة الأربعاء السابع من تموز محافظة بغداد الخميس الثامن من تموز محافظة نينوى الجمعة التاسع من تموز محافظة الديوانية السبت العاشر من تموز محافظة كربلاء المقدسة الأحد الحادي عشر من تموز محافظة النجف الأشرف الاثنين الثاني عشر من تموز محافظة صلاح الدين الثلاثاء الثالث عشر من تموز محافظة كركوك الأربعاء الرابع عشر من تموز محافظة بابل الخميس الخامس عشر من تموز محافظة البصرة الجمعة السادس عشر من تموز محافظة المثنى السبت السابع عشر من تموز محافظة ميسان الأحد الثامن عشر من تموز محافظة الأنبار الاثنين التاسع عشر من تموز محافظة واسطة الثلاثاء العشرون من تموز محافظة ديالا الاربعاء الواحد والعشرون من تموز محافظة بيقارة قيادة العمليات المشتركة تمديد العمل بالباجات الخاصة باستثناء الإعلاميين من حضر التجوال إلى نهاية شهر تموز جدول أعمال جلسة البرلمان اليوم الخميز أولا التصويت على مقترح قانون الأندية الرياضية ثانيا التصويت على مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي ثالثا التصويت على مشروع قانون جرائم المعلوماتية رابعا التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول عام 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير مشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988 خامسا سؤال شفهي موجه إلى السيد وزير الزراعة سادسا تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق سابعا تقرير ومناقشة القراءة الثانية مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات ثامنا القراءة الأولى لمقترح قانون مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 تاسعا القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحر بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية عاشرا مناقشات عامة لمدة 15 دقيقة هذا وتبدأ الجلسة الساعة الواحدة ظهران وزارة الإسكان تعلن قرب انطلاق التسجيل الإلكتروني على الأراضي الإسكان الأراضي التي ستوزع ستكون مخدومة وستشمل كل الشرائح الاجتماعية من دون استثناء الأراضي سوف تصل إلى شرائح الأكثر استحقاقنا ونأمل أن تسهم في معالجة أزمة السكن وضع خطة لتوزيع 500 ألف قطعة أرض على المواطنين ستشمل توزيع قطع الأراضي عوائل الشهداء أولا والشرائح الفقيرة والأجهزة الأمنية والحجر الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب والصحفيين قرار هيئة الرأي الخاص بظاهرة الغش أثناء الامتحانات الوزارية حيث نظرا لتفشي ظاهرة الغش بين المتقدمين لأداء الامتحانات التمهيدية للطلبات الخارجيين للعام الدراسي 2021 للمرحلتين المتوسطة والإعدادية بفروعها كافة عن طريق انتحال صفة وللحلولة دون انتقال عدواها لطلبة مدارسنا في الدور الأول والأدوار التي تليه قررت هيئة الرأي بجلستها رقم خمسة والمنعقدة بتاريخ 14.6.21 قررت الآتي أولا حرمان كل من يثبت علي هذا النوع من الغش من التقديم للامتحانات التمهيدية مستقبلا لمدة خمسة سنوات ثانيا عدم السماح لكل من يثبت علي هذا النوع من الغش من الطلبات المنتظمين بالدوام في المدارس النهارية بأداء الامتحانات العامة للعام الدراسي الذي يلي العام الذي حدث فيه الغش ثالثا عدم السماح لكل من يثبت علي هذا النوع من الغش من الطلبة المنتظمين بالدوام بالدراسة المسائية بأداء الامتحانات العامة للسنتين التي تليان العام الدراسي الذي حدث فيه الغش أي لا يحق له الدوام في المدارس المسائية مستقبلا رابعا يكون العام الدراسي 2021 هو سنة الأساس خامسا يتم تأشير الطلبة الخارجيين ممن ثبت علي هذا النوع من الغش في جميع مراكز الفحص ومن ضمنها مركز فحص الدراسة المهنية سادسا يتم تأشير الطلبة النظاميين الصباحي وكذلك طلبة الدراسة المسائية ممن ثبت علي هذا النوع من الغش في صفحات قيود الطلبة وزارة التجارة مواد البطاقة التموينية التي ستجهز للمواطنين أصبحت سبع مفردات ستوزع بسلة واحدة للمواطنين المفردات هي معجون الطماطم والفاصولياء والحمص والسكر والطحين والرز وزيت الطعام المواطن سيتفاجأ بنوع المواد سيوزع في هذه الوجبة الرز البسمتي الهندي الأصلي والفاصولياء من المنشئ الأرجنتيني ومعجون الطماطم من المنشئ التركي والزيت والسكر من منشئ برازيلي ومنتج آخر من أحد المعامل الوطنية في بابل اشتركوا في القناة